هذا فيل يعني رجل يعني هو عند الفيلة وبشكل مستمر يعرف إيش وضع الفيل من صغره إلى أن يكبر فجاء واحد من زوار حديقة الحيوانات رأي أعزلكم يعزل المشاهدين يسأل إيش السبب أنه هذا يعني فيل ضخم الحيوانات اللي تقدر يعني تشيل كل شيء وهو مربوط بسلسلة بسيطة إيش العايق في هذا الموضوع فقل له إحنا بطبيعتنا الحيوان هذا من صغره نربطه بنفس السلسلة فالتصور يعني تخيل أنه هو بهذا الحجم وبهذه القوة يقدر على طول يفق قيده إلا أنه أخذ قيد معاه من صغره إلى أن كبر ما هو مستوعب أنه أصلا يقدر أنه قوي وقادر أنه يفق القيد فكلنا أحيان نمر بنفس التجارب عثرات تحصل لنا نأخذ التصور عن أنفسنا أنه هو انطباع أنا أعتقد أنه هو ممكن ينشأ صناعة وحيانا ممكن أخذ لام من التجربة لكن لو كسرت هذا القيد وكنت واثق أنك تستطيع تغير خطواتك بإذن الله تتعدى وتصر لما تطمح له وترى الفشل ما هو يعني عايق إنك أنت فشلت في موضوع مثلا بزنس تجارة إلا أنك ناجح في خلينا أقول لك محافظة على صلواتك وهذا نجاح حذاته عظيم فأخذ قيس عليها أي شيء مو أي واحد يتعثر في نقطة معينة يعتبر أنه هو فاشل لا شراك بحسن صحيح هناك واحد كتب عبارة جميلة عجبتني والله يقول ما في شيء في الحياة اسمه فشل شاهدين شال الفشل مرة من قائمة يقول أن دائما المصطلحات السلبية تؤثر سلبا حتى لو هو نقول متعثر وكمان يقول خلنا نحط كلمتين يجابيتين يقول إما نجاح إما تعلم يا سلام إما نجاح أو تعلم